موسيقى عند الإشارة تكون الساعة أعزائنا المشاهدين أو فياء برنامج بتوقيت تونس أسعد مساوكم جميعا أهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامجنا حلقة الخميس الحادي عشر من أبريل 2019 في حلقة اليوم سنتابع الحدث الأبرز احتجاجات الفلاحين في أكثر من جهة وتهديدهم بالتصعيد هو الموضوع الأول نسأل ما هي مطالبهم ونتسأل هل هناك من سياسة واضحة لقطاع استراتيجي يعاني على أكثر من صعيد في الجزء الثاني من حلقة اليوم نهتم بموضوع الحريات الفردية التي تعيش على وقع حراك دائم بينما أقره دستور 2014 ووضع تلك الحريات في الواقع كل ذلك في نشر التقرير السنوي للاتلاف المدني من أجل الحريات الفردية في الثقافة وبها نختم كالعادة نصدف اليوم المدير الفني لتظاهر التراكن لمدينة سيد خالد لملومي للحديث عن هذا المشروع الثقافي الذي يحمل شعار تراكن فن ويعنى بالجهات أهلا وسهلا بالجميع مجدداً اسمحوا لي بدءاً أن أرحب بمن يرفقني في تأثير حلقة اليوم معلق البرنامج لحبيب بعجيلة أهلا وسهلا بك حبيب أهلا بك مكي أهلا بالسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات كالعادة نمضي مباشرة إلى جولة الأخبار السريعة ضمن فقرة منصات الخبر الأول يأتينا من زغوان خبر مولم في الحقيقة وفاة عاملتين في لاحيتين وعصابة أخريات في حادث انقلاب شاحنة قل عاملات في لاحيات بينهن امرأة حامل من موقع الشاهد أخذنا هذا الخبر والظاهرة تتكرر وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة على ما يبدو نزيف العاملات الفلاحيات في هذا النقل العشوائي غير الآمن أحبيب مرة أخرى أين دور الدولة وأين دور الفلاحين هنا والله ربي صبر عائلاتهم ونتقدموا لهم بكل التعازي معناها على الإصابات هذه والوفاة لأنه مش أول مرة كما قلت أنت في مظاهر مزرية نقلهم بهذه الطريقة هذوما مكافحات على رزقهم ورزق صغيراتهم وأحيانا كثيرة معناها في وضعيات تبدأ المرأة العاملة فيه المرأة الريفية أكثر نشاطه ربما وأكثر حزم حتى من رجل نفسه اللي فيه أحيانا كثيرة معناها يستنكف باش يقوم بمثل الأعمال هذه والمرأة تمشي وتكافح وتجاهد من أجل صغر وبالضبط معناها أنه مرأة حامل فشنوه المانع باش يتم توفير معناها شروط نقل إنساني على الأقل شنوه محطوطين معناها في كاميونة من تالي وكأنهم بضايع كأنهم معناها بالات متاع قرط والمسؤولية هنا حبيبي إذا دخلنا في حديث المسؤولية تقع على عاطق الدولة رغم أنه وصل الاتفاق مؤخرا مع وزارة الشؤون الاجتماعية أعتقد لكن القوانين الردعية الصارمة ما زالت لم تظهر بما حتى يرتدي على البعض المسؤولية مش كان في الناقل مسؤولية الفلاح أيضا الذي يؤمنها اللي يجيب الخدامة لا يزي خلينا نقولها بوضوح لا يزي أنه وجورهم زهيدة معناها ويقدموا خدمات للفلاحة التونسية بشكل واضح من غير حتى نقاش وثانيا معناها ظروف نقلهم بهذه الطريقة وتعرف أحيانا والله يثم ممارسات يحكيوا عليها لا إنسانية قلت معناها يعمل لهم الماء في الكاميونة باش حتى واحدة متنجب تقعد وباش هو يهز لماكسيموم من العباد والله حاجات معناها لا يصدقها العقل مش معقول هذا وأنا أدعو هنا معناها المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع على النساء أنها تولي أهمية لمثل هؤلاء المكافحات خطر غير معقول معناها مرأة تمشي تجري على صغيراتها حتى روحها أحيانا أنها تبدأ بشتعاون عائلتها وتعاون بوها وتعاون أمها فتلقى روحها معناها في وضع متع نقل معناها تعيس ثم تكون عرضة لمثل هذه الأخطار نعم على كل موضوع الفلاحة نسلط عليه مزيد من الضوء مشاكل بالجملة في هذا القطاع الاستراتيجي كما ذكرت سنخصص لها موضوعنا الأول فيما بعد نمضي للخبر الثاني على علاقة بوزارة الصحة التي اتخذت جملة من الإجراءات بعد وفاة 28 رضيع بالحسبة في صفاقص في القاسرين في أماكن عديدة إجراءات لعلها ربما أو أغلبها بيكون فيها علاقة بالتلقيح ومداء ربما نجاعتها لكن اللافت هنا المقالة والخبر من ديوانة فام يجب أن نذكر المصدر لكن اللافت هنا أحبيب أنه اتخاذ الإجراءات يأتي دائما بصفة بعدية ومتأخر بعد أن تقع الفائس في الرأس كما يكون مؤخر برشا وعار على تونس اللي كانت الصحة فيها وصحة الطفل وصحة الأم يعني الرضيع والأم كانت من بين أهم المكاسب منتاع الدولة الوطنية الحديثة وحكينا على هذا كيفاش أن الصحة في تونس معناها تقريبا من بين الدول الرائدة اللي ضمنت في الفترة البرجيبية معناها التلاقيح والطفل التونسي بمجرد ولادته الحصبة نورمان ما ما تقتلش غير معقول هذا يعني شو اللي صار أنا أدعو إلى فتح تحقيق شو اللي صار هل نرجع بالتوالي أش صار في مستوى التلاقيح خطر ثم مشكل يبدو لي في مستوى التلاقيح وفعليتها ثم في مستوى أيضا نرزنامة التلاقيح على خطر زادة إذا كانت تكتشف أنت في مرحلة معينة أنه التلاقيح في عمر معين يلزمك تسبقها تسبقها نحن نعرف اللي ثم تلاقيح حصبة ياخذها للطفل وقت اللي يوصل للسادسة من عمره إذا كان ثم وباء ولا ثم عدوى فيلزم تكون التلاقيح قبل ذلك الوقت يبدو لي في الرزنامة جديدة باش يعملوها بداية من ستة شهور معنى الطفل اللي ياخذ التلاقيح متاعه وحتى تلاقيح المحيطين به لكن علينا أن نطرح السؤال ماذا وقع رأي وصلت الإصابات إلى حدود خمسمية بمن فيها أطفال وفيها حتى ناس كبار كيفاش شنو وليوقع في المسألة هذه الموضوع يبقى للمتابعة بالأكيد لأن دولة لا تؤمن صحة أطفالها هي لا تؤمن مستقبلها باش نرجعوا معناها توا توا يا رسول باش نرجعوا للحشيكم للجرب وباش نرجعوا للسل وباش نرجعوا للحصبة وباش نرجعوا للجدري وللقمل في وقت من الوقات قالوا لنا ثم بؤر احنا تونس إذا كان عندنا حاجة نفتخروا بها هي المدرسة الوطنية والصحة العمومية هذو مزوز حاجات اللي فخر لتونس إذا كان حتى هذو مزدى باش نخسروهم على كل في صحتنا العمومية المريضة ورشات كبرى للإصلاح يجب أن تفتح وبعضها فتحة نأمل أن تتواصل هذه الجهود الخبر الموالي في شكل رقم مهم كشفت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويظهر على موقع موزيكة فهم في اليوم الأول من تسجيل اللي بدأ البارح وكنا نحكينا على الموضوع سجل في النهاية 12 ألف عملية تسجيل وهو أمر إيجابي في الحقيقة و 1500 عملية تحيين لمعطيات قديمة في السجل الانتخابي الرقم مشجع حبيب وفي يوم أول مشجع مهم جدا إذا كان 12 ألف وتتواصل الوطير بالمعدل هذا بالمعدل هذا فمعنى ذلك أنه إن شاء الله نوصلوا إلى أفق نقولوا إحنا مليون ونصف زملائن نوصلوا معناها يتسجلوا فهذا أمر مهم إذا كانت توصل معنا تعمل الهيئة أفق رقم على الأقل توصل 50% من غير المسجلين هو 15 ألف اليوم يعملون 600 ألف وهم عندهم 40 يوم فقط يعني نخلطوا له ثلاث 3500 إذا كان الوطيرة تزيد مثلا 12 ألف نهار الأول بعد نوليه في الـ 20 ألف نوليه في الـ 25 ألف على كل نعمل ذلك لأنه كي جاب أحدنا ضيف من الهيئة البارح ما زال الرقم النهائي لم يصدر بعد حكي على 3000 والرقم النهائي صار 12 ألف لابد أن نتحدث بإيجابية نشجع الناس على الذهاب للتسجيل على الاتصال والمبادرة لأنه تم ناس تحكي على أنه إذا مش التصويت واجب فالتسجيل واجب هو رهوك يتسجل تنجم بعد أنت صوتك تتصرر فيه كما تريد نجم حتى بالاحتفاظ بمعنى أنك تمشي وتحط ورقة بيضة وهذا كي يحسب لأنه شكل من أشكال التصويت نسجل حتى إذا ما صوتت قد يعتبر موقف المهم يلزم تسجل بيش تعبر على مواطنتك لأنه هذه هي عنوان المواطنة هو أنك أنت مسجل في قيمة الناخبية الخبر المواري تصريح لوزير التعليم العالي سيسليم خلبوس في فيديو على ديوانة فام في ظل مخاوف تتزايد من شبح السنة البيضاء في الجامعة هذه المرة مش في التعليم الثانوي يؤكد وزير التعليم العالي أن لا سبيل لسنة بيضاء ويتحدث عن إضراب لأساذة خاصة النقابة إيجابة ويعتبره غير قانوني نفس الإضرابي اللي هو غير قانوني ويرتهن الطالب هو هذا اللي مقلقنا له مش حاجة أخرى خطر تشوف أنه اليوم فما ضغط كبير يسر على الطالبة محدود أحنا مازال سبيع ونكمل السنة الجامعية ومعنى الترف النقابي مازال يهدد بالسنة البيضاء غير مقبول وإحنا هو مش مش تسير السنة البيضاء ولكن أحنا ماذا بينا مش مش تسير مش بتطبيق القانون بالصعيب هذه السنة البيضاء ربما ارتحنا منه في التعليم الثانوي يعود ليطل برأسه في التعليم العالي كثير من العائلات منشغلة لهذا الأمر الوزير يحاول أن يبدد المخاوف ويتحدث عن إضراب غير قانوني موازات مع ذلك شفنا اعتداءات على الطلبة في مكان وزارة تعليم العالي مكان احتجاجهم ومكان اعتصامهم الجامعة أيضا ليست على أحسن حال في تونس طلبة وأسادة نعم ما هي تقول ما ثمشت سنة بيضاء لكن فاوض على الأقل فاوضهم تواباهي قلت إجابة ما تمثلش برشة لسادة الجامعيين المنخرطين فيها مش عدد كبير أنت تفاوض النقابة الأكثر تمثيلية اللي هي متعالة حد العام من تونسي للشغل ولكن وقع المشكل نعم الرد كان رد تصعيدي اللي هو حجب الأجور المتاحة وتجميد الأجور المتاحة هذا يزاد وتر لوضاع خلاهم في وضع الاعتصام اللي شايفوه برشة ناس نوع من الإهانة للأسادة الجامعيين إذن أدخل في عملية التفاوض حاول تلقى وسطات حاول تهدي الأمور وبالطريقة هذية نجموا نجنبوا مثل هالاحتقانات في آخر السنة الجامعية أيضا في علاقة بالطلبة ما هو وضح لهم أنت يقول رانا بش نعملوا تكوين يتعلق بمعناها تخرج ناس مختصين في مهنة الدتريس وما هيش جديدة هذية لكل نورمال ومعها الترشيح المعلمين كانت موجودة نعم أقبل بطبيعة الحال كانت إمكانية التشغيل واردة لأنه يتشغلوا اللي خارجين من دار المعلمين العليا الكل واللي خارجين من مدارس الترشيح ويزيدوا يلتجيوا إلى خرجي الكليات والمحرزين على شهادة الباكالوري اليوم ربما متخوفين الطلبة يقول لك إذا كان بش تعمل أنت معناها شعبة مختصة في التعليم فهذا بش يمنعني أنا كاخر ريج من كلية لداب ولغيرها بش نخدم وضح له أنت يقول له راو ثم نجموا نعملوا كوتها معناها لكن زادها راو يزم يكونوا واقعين معناها أن يكون ثم شعبة مختصة بمهنة تدريس راو موجودة في كل بلدان العالم كلية التربية وكلية ودار المعلمين العليا خرجت كفاءاته وناس معناها يتعلمون على كل ملف التعليم العالي مفتوح ويجب أن تطرح كل المشاكل على الطاولة حتى في نقاش عام ووطني ليس فقط بين ردعات الجامعة من بين الملفات الكبرى طبعاً من بين الملفات الكبرى يجب أن تطرح ويلزيحان الوقت الآن بش نطرحوا ملف التعليم في رؤيته الإصلاحية الشاملة نعم تم خبر إيجابي نحب نختم بيه حبيب تسمح لا سعدوني اليوم أعلن عن ست مديرات جديدات نساء في خمس إذاعات وطنية في الإعلام العمومي والقناة الوطنية الثانية خطوة لا قد استحسان في الحقيقة على منصات التواصل الاجتماعي من الرجال والنساء والبعض رأفها مقدمات مهمة لأن المناصفة ينص لها الدستورة مهمة لكن لا نطبقها دائماً تمكين النساء أو إعطائهن فرصة الإدارة والإشراف حبيب أنك تبت حاجة في هذا الباب قد تكون مقدمة لما هو أهم ولسابقة تونسية ربما ما قولك في هذا القرار هذه أولاً تونس فلا معناها الإضافة التونسية ديما المرأة ومكانتها هو المرأة في مجال الإعلام معناها مو بدعة وقطاع يشغل من النساء أكثر مما يشغل من الرجال وإعلاميات شهيرات قلماً وتقديماً وتنشيطاً وغيره هذا ما فيه حتى نقاش أما الآن أنه ستة نساء ياخذوا المسؤوليات الأولى في الإعلام هذا أمر جيد لأنه يعطي الإعلام ما تمتلكه النساء من لطف ضروري في هذه الأجواء القايمة على الاحتقان وتعطي الإعلام أيضاً بوعد في حسن التدبير ثم منشور خرج من رئاسة الحكومة يدعو كل الإدارات أنها تقدم مقترحات للتعيين ترشح نساء بطبعاً مع الأخب على تبار الكفاءة وكذا أما يكون ثم نساء هذا أمر جيد أنا قلت ماذا لو تكون تونس سباقة في أن تكون فيها أول رئيسة للجمهورية لماذا لا؟ والأمر ربما يطبخ لا نعلم ما زال لم يكشف عن كل أسماء المرشحين أو المرشحات لنقول أيضاً وثم لي في السباق موجود دي جاوبة تروح اسمه وتعرفون من نقصد طبعاً وقد تلتحس أخريات نعم تأنيث السياسة وتأنيث الإدارة لأنه يقال دائماً أن المناصب العليا ذكورية في الحقيقة خاصة على مستوى القيادة لابد من تدارك هذا العمل لأن المرأة التونسية لديها ما تقول وما تضيف في مستوى القيادة والإدارة العامة والإشراف نمضي لموضوعنا الأول موضلة القطاع الفلاحي هذا القطاع الحساس والذي يؤمن غذائنا قبل كل شيء بالأمس كانوا أمام البرلمان في باردو يحتاجون اليوم في مناطق عدة في الحقيقة نرى الفلاحين يحتاجون وبقوة احتقان حقيقي في صفوف الفلاحين والبحارة أيضاً على خلفية عدة مطالب خاصة على الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وعلى ما اعتبروه مماطلة للحكومة وعدم جدية في التعامل مع مطالبهم وفق تقديرهم طبعاً التفاصيل في تقرير لغفران العكرمي ونعود بعد ذلك لمناقشة هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر